موسيقى إذن مشاهدين الكرام يسرنا اليوم أن يكون معنا في السيديو أماسي ومعكم بالتأكيد الفنان محمد العامري مخرج العرض المسرحي المجنون والفائز بجائزة أفضل عرض مسرحي متكامل بالإضافة إلى الفنان حمد سنبيج ممثل ومخرج مسرحي والفنان موسى البقيشي الفائز بجائزة أفضل ممثل دور ثاني عن دوره في مسرحية موال حدادي مساكم الله بالخير ومبارك لكم في الحقيقة جميعا فوزكم هو بالتأكيد فوزنا جميعا الله يحفظكم بالخير والنور السروري الله يحفظكم بالتأكيد في الحقيقة مثل هذا الفوز غير مستغرب لأنكم حققتوا نتائج متوقعة في دورات سابقة من أيام الشارقة المسرحية لكن محمد تحديدا في هذا العرض توقعت أنك أنت تحظى في ختام هذا المهرجان بأكثر من جائزة تحديدا في هذا العرض بسم الله الرحمن الرحيم في البداية نرحب السادة والمشاهدين معنا في البرنامج طبعا ويشاركونا بمشاهدة تمرنا بالنسبة للمسرحية نحن دائما نقول وفي أكثر من مناسبة ودائما في اللقاءات نقول مثل ما نحن نشتغل غيرنا بعد يشتغلون مثل ما نحن نعمل غيرنا بعد يعملون ويسعون للمنصة في ختام المهرجان والمنصة لا تأتي إلا بالجهد الكبير والسعي والاجتهاد والبحث بأن يصل هذا العمل ورسالة هذا العمل وفكر هذا العمل إلى المتلقي يتواصل معه يتواصل معه ماذا يحمل هذا العمل المسرحية شو تحمل من رسالة اليوم نحن معطيات كثيرة موجودة أحداث كثيرة في الوطن العربي اليوم العمل اللي تقدمه ومضمون العمل أزمي لامس المتلقي لذلك أنا وفريق العمل دائما نعمل في ورشة الممثل معي دائما في الأزمة فريق العمل دائما معي في الأزمة اللي نحن منذ اللحظة الأولى لما نختار النص ندخل في هذه الأزمة ونبحث كيف العمل هذا يوصل إلى المتلقي ومن ثم نجتهد في كل عناصره في الأزياء في الديكور في الإضاءة في الموسيقى في كل الأزياء والاهتمام بالممثل بأن يقف على خشبة المسرح عنيق رشيق متمكن يصل إلى بحيث أنه في نهاية يحمل هذه الفكرة ويقدمها إلى المتلقي عبر وسائل مختلفة في هذا العرض وبالتالي هنا إذا كان هذا العرض يمتلك هذه الصفات يرشح مع العروض التي عملت في هذا الاتجاه إلى منصة التتويج وكلنا نحن نسعى في هذا الاتجاه لأننا نحن مبس الصعود إلى المنصة الصعود ومصافحة سمو الحاكم صحيح هو أكبر رأي هذه النهضة والله الحمد الحركة المسرحية والثقافية بشكل عام صحيح صحيح لا شك يعني يمكن في الحقيقة عرف وهذا مش يمكن هذا بالتأكيد عرف عن مسرح الشارقة بأنه مسرح صائد للجوائز يعني مثل هذه الجوائز مثل هذه التكريمات ماذا تعني لكم أستاذ حميد والله يشوف يعني نحن نجتهد وحقيقة عندنا يعني ممكن نحن عندنا حظ كبير جدا أن توفرت عوامل نجاح كثيرة من إدارة من مكان مقر حقيقة أيضا المسرح أمتاز أنه يسقل أعضاء كثيرين مهمين يعني نحن أيضا محظوظين أن الأخ الفنان محمد العامري هو أضو وأبن الفرقة وتطور يعني كثير جدا وصار فنان عربي مهم يشار له بالاهتمام كسبنا جوائز كثيرة وقدمنا أمال كثيرة بوجوده وهذا الشيء ما تم عن فراق اللي والله نحن كنا نسهر مع بعض نقعد مع بعض نتأب العامري يقرأ يمكن إذا يقول عشرين كتاب لما يأخذ عمل مسرحي قرأ كتب كثيرة وكنت أنا معاه وتابعه واستمع له ويفاجئني ببعض من خلال الشغل يفتح أمور كثيرة في النص النص صعب جدا رسالة تنويرية مهمة جدا كان الأمري قاد الفريق باغتدار وهذا يعني شرف كبير لنا أن نحن الآن مسرح الشارقة بجهده وامكانياته الكبيرة صحيح أنه يتبوى هذه المكانة في الإمارات أو في الخليج وحتى في الوطن العالم صحيح صحيح موسى كذلك نبارك لك مرة أخرى في الحقيقة هذه الجائزة أفضل ممثل دور ثاني حدثني عن الدور اللي قمت به يعني وما الإضافة اللي أضافتها لك هذه الشخصية وفي الحقيقة تقمصتها بشكل خلنا نقول نصح التعبير هذا الشكل كان عفوي جدا مما أوصلك إلى المتلقي بكل سهولة ويسر وكذلك بالإضافة إلى لجنة التحكيم أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على الجائزة هذه الجائزة ما يفهمها طبعا موسى البكيشي هذه الجائزة يعيب هنا أخواني الممثلين اللي كانوا موجودين معاي فالفرقة هذه وهديها من خلال شاشتكم طبعا أخوي جاسم الخراز اللي كان مفروض يكون معاي في هذا العمل الله يقومه بالسلام إن شاء الله الجائزة هذه طال عمرك تمثل حق موسى من ضمن الجوائز اللي حصلها ولله الحمد ولكن الجائزة هذه الهميزة خاصة من لدنا سيدي صاحب اسمه الدكتور الشيخ سلطان صحيح الله يطول عمره يعني هذه روحة يعني الجائزة روحة والسلام المصافحة السيدية روحة هذه روحة جائزة جائزة بحد كبير أكبر جائزة نعم طالعا نحن شنا نتمنى نتمنى أن نصافح سيدي السمو والحاكم ونشوفها وعني الكلمات اللي يعطينا هي الإيجابية ترفع من معنوياتنا ولله الحمد يعني توقعت أنك تفوز؟ والله ما توقعت ما توقعت ظل المنافسة الشريف والشرسة في الأيام الثمانية وعشرين وأنت أعتقد كنتوا آخر العروض اللي عرضت العرض الأخير نحنا مع بعض في نفس اليوم يعني للأسف هم ما شافوا عرضنا ولكننا كنا محظوظين أن نشوف عرض العامري لأستاذ محمد مسرح الشارجة أنا ما أقول لأخوي مروان المجنون ولا ولا النص أقول لأخوي محمد العامري المجنون يعني ما شاء الله ما شاء الله يعني الواحد يقولوا يمسك الخشب على أخوي محمد العامري على مسرح الشارجة صحيح الحمد لله حد ما أشتغلوا يا نهود بعد ذلك عارف الموضوع حصلت على جائزة وحصلت على جائزة حصلت على جائزة يعرف الموضوع وعرف الساعات الطويلة نحن ساعات طويلة وحببني يعني أنا كنت أحب المزرع لكن أخوي مع العامري أحببني أكثر يعني تخيل كنت أجلس مع أخوي العامري من الساعة وحدة الظهر إلى الساعة أربع الفجر ما شاء الله يعني دخلني في أجواء غريبة عجيبة يعني تنافس يعني كنتوا قبل متوعدين عليكم تتنافسون في هذه الدورة لا سواء من ناحية الجوائز أو من ناحية الأقبال الجماهيري على العرض أو غيرها والله شوف احنا طبعا مثل ما قال أخوي العامري كل الفرق تجتهد وتشتغل لكننا احنا يوم تدخل المنافسة في الأيام تعرف أن فيها الممثلين موجودين في هذه الفرقة في ممثلين في هذه الفرقة فتحاول أنك تقدم أي أكثر وأكبر طاقة عندك نحنا عرفنا أن في هذا اليوم في هذا اليوم بيكونوا معنا طبعا مسرحية المجنون مسرحية هذه تضم الممثلين كبار الكبير رب العباد أخوي مروان الأستاذ حميد أخوي عبدالله مسعود أساتذ كبار موجودين صحيح بالتالي لازم نشتحلنا في هذا اليوم حكي وكانوا معنا طبعا الأساتذة الأستاذ برع الحيام مخريطة العمل واخوي سعيد عبيد ومبارك وعبد الحميد والقائب الحاضر أخوي جاسم الخراز لكن ما كان موجود معنا حاولنا نشو أن نجتهد أكثر وأكثر ونحصل على الجائزة الكبيرة ولكن ما صارت بعيه صارت عند أخواننا في مزرح الشارج ومبروكين محمد مثل هذه النجاحات صحيح بأن الوصول لها يحتاج إلى نوع من الصبر نوع من التخطيط كذلك المسبق نوع من الدراسة كذلك لأي عمل قبل أن يقدم بالإضافة إلى توافر عناصر النجاح بالتأكيد هو صعب الوصول للنجاح لكن الأصعب المحافظة عليه كيف بالإمكان المحافظة على تحقيق مثل هذه النجاحات اللي شخصيا أنت في كل دورة ما شاء الله قاعد تحظى بنصيب جيد من هذه النجاحات كيف بالإمكان تحافظ على مثل هذه النجاحات محمد والله شوف النتاج هذا أو الناتج أو المنجز الإخواني ولي صحيح جاء من معطيات كثيرة أنت اليوم أمام حركة ثقافية مهمة جدا 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 حركة ثقافية وفنية اليوم أنت تشوف الأحداث أو الفعاليات التي تقام في إمارة الشرق نعم دعنا نبدأ مهرجان الأضواء كثير للتأثير على المسرح صحيح لكي نوصل كيف نحافظها ونذهب لأشياء أخرى اليوم مهرجان الأضواء ماذا يعمل مهرجان الأضواء؟ هذا المهرجان على ماذا يعمل؟ على فتح آفاق أخرى بالنسبة للتعاطي مع الفنون مهرجان عادي للتعاطي مع هذه الفنون بأن يكون قريب يقترب أكثر من كل الفنون الموسيقى الأضواء التشكيل الفنون الرسم أشياء كثيرة أيضا 3D mapping أو الرسم ثلاثي الأبعاد هذا في مهرجان الأضواء في إمارة الشارقة هو جزء من عنصر يستخدم في عناصر العرض المسرحي لذا أنا أبحث في هذا الاتجاه أستفيد من هذه الفعاليات وأستخدمها في المسرح اليوم عدنا مهرجان التراث اشتغلنا ويد ويا أخي موسى اشتغلنا في المسرحيات الشعبية التجريبية صحيحة اللوال وحرب النعل وقلبي وحطبت التوبة وتراب مسرحيات كثيرة مهرجان الشارقة التراثي استفدنا منه كثير تداخل الفنون لها نعكاس على المسرح؟ أيام شارقة التراثية لها نعكاس على المسرح؟ طبعا ما في أي فن من الفنون تجتمع في كل الفنون مثل المسرح المسرح أبو الفنون يعني يجمع كل الفنون الرسم الشعر الأدب كل ما يخطر على بالك من فنون هاي فنون كلها تجتمع تجتمع على خشبة المسرح لذلك كل هذه الفعاليات تؤثر فينا لذلك نحن اليوم الاستزادة الجرعات المنشطة نحن صحيحية الجوائز اليوم أنا التكريم والحمد لله رب العالم في السنة التكريم أيضا جرعة منشطة ومسؤولية بأن أعمل للمستقبل لكن استزيد اليوم القراءة ويوصينا دائما سموه الحاكم من يشوفنا القراءة ثم القراءة ثم القراءة بالفعل بالفعل أخي حميد يشوفني يعني ذكرت أنت تحديدا مهرجان أضواء الشارقة نعم وكيف أنت شخصيا استفت منك مخرج مسرحي في توبيف أنا وزملائي أنت وزملائك على فكرة ما لك أكثر أيام شارقة تراثية كذلك نعم خلنا نرجع لمعرض الكتاب بس معرض الكتاب وأقول لك شغلة أنا كان عندي مجموعة من الجوقة كنت أسس مجموعة من الشباب مجموعة في مقايوين مجموعة في دبي ومجموعة في الشارج كنت أسس وانتقل لأماكن ثانية يشتغلون هذين هم يخدمون العرض يعني هم ممثلين ما أسميهم كنبارسة أنا أخذ من الجولات وموسى كان معاي موسى كان معاي أخذ فريق العمل كيف نحن نستفيد من بينالي اليوم لأنlı فيه تقاطع مهم بين بينالي والعرض المسرحية فيه تقاطع مع مهرجان الأضواء تقاطع مهم جدا مع مهرجان الشرقة التراثية غير المهرجان المسرحية مهرجان خرفكان للفنون للمسرح والفنون المهرجان هناك طقوس مختلفة في عروض زياء الأقنئة لأمور هذه نحن نستفيد منها لأنني اليوم أتشكل تشكل شخصيتي والذي أشوفه والذي أسمعه والذي أقرأه صحيح صحيح يمكن بسألك عن العرض وهل هذا العرض في الحقيقة اللي فاز بجوائز عدة في يام شارق المسرحي سيعرض خارج الدولة بسمع الإجابة ممكن لك بنتقل للأخ أحميد يعني ما ذكره محمد العامري مهم جدا في الحقيقة ويمكن أنت تؤكد عليه نحن كنا في حواراتنا مع ضيوف أيام شارق المسرحية من خارج دولة الإمارات نؤكد دائما بأن المهرجانات اللي ذكرها محمد بالإضافة إلى مهرجان كلباء المسرحيات القصيرة مهرجان دبال حصن المسرح الثنائي وغيرها هي تعتبر رافد وتعتبر مغذي أساسي لأيام الشارق المسرحية هل هذا الأمر صحيح؟ هذا صحيح نحن كذلك نحن مهرجاناتنا المحلية حقيقة كنت قبل أن أقول أيام الشارق مهرجان عربي ودولي لأنه ليش؟ كل الناس تسمع أخبارها يعني والآن المهرجان المسرحي الثنائي أيضا الناس تسمع أخبارها دعوات يتنى كثيرة للعرض الثنائي اللي عرضنا فيه في القاهرة أيضا من خلال أرض القاهرة أنا يتنى دعوة لتحكيم بعد بكر أنا رايح القاهرة ما شاء الله في أول دورة لمهرجان المسرح المونودراما في القاهرة أنا راح أكون أضلج للتحكيم أيضا من خلال هذه الدورات المسرح الثنائي أنا كنت في تونس فقعد معي واحد يتعرف علي كذي فاتفاجأت أني يقول لي ها أنت السنة ما شاء الله كرمت على اعتبار العام ويبارك له هذا فاتفاجأت أنه أنه كل فعالياتنا وكل المهرجانات هي يعني ماخذة ما شمعها إيقاع الثقافة العربية فكل هذه المحفزات ساعدت مواهب وكفاءات محلية في البروز من ثم قال الأخوة أكد على كلامه المهرجانات وكل الفعاليات التي تقام تسقل هذه المواهب وتؤكدها وناس كثيرين يستغربون يقولون مثلا الأخ محمد العامري كأستاذ قدير في المسرح غريبا أنه ما راح درس في المعهد للفنون المسرحية مثلا لكن هو الآن أجاب بشكل مهم جدا أنه فيه فعاليات وفيه زخم وفوق هذا رجل يبحث يقرأ الآن ممكن محمد العامري يحاضر في أي مكان في أي دولة عند أهم الكفاءات العربية ويقنع ويفيد صحيح يمتلك الثقة بالنفس والخبرة والتجربة والدراسة والتجربة صحيح أسقلها بكل جدارة يعني وأنا ما أجامله هو أخ صديق ونحنا ساعد واد نكون قصاء على بعض هو أكاديمي عن الصدمة صادق صادق وهو أسم غني عن التعريف من حقيقة الله حسنا وعلي بعد نستفيد مننا ترى الحمد لله لا بي شك كلكم تكمل خبرت لأستاذ حميد بعد نستفيد نحن ويانا في الفرقة صحيح نحن عاد حين بنقعد نمدح بعض لأننا كلنا مؤسسة وحدة لا موسى لا موسى لا نمي لا يطالع من ساعة لا يطالع استاهلون والله استاهلون الله يحفظك موسى الأيام المسرحية في الحقيقة مدرسة يعني مدرسة لأنها تخرج أجيال وراء أجيال من الفنانين الواعدين الذين اليوم أصبحوا في الحقيقة مخضرمين والفنانين أنا لا أعني فقط الممثلين يعني الفن بكل أشكال سواء كانوا مخرجين كتاب خلف الكواليس إضاءة صوت غيره يعني كيف يمكن دعم هذه الطاقات الشبابية التي تخرجها أيام الشارقة المسرحية والأخذ بيدها في أعمال أكبر في عروض خارج الدولة في كذلك أعمال خلنا نقول ربما تضيف إلى مشوارهم الفنية استاذي قال أخوي الأستاذ محمد العامري القراءة لازم أن ندخل ورشت الورشت التدريبية هاي بكل أنواحها سواء كان في الإخراج ومسرام في التأليف و جمعية المسرحيين و هنا مكتب الإعلام في أمارة الشارجة حريصة كل الحرص أن تخلي الممثل أو المخرج أو أن يأخذ خبرات من خلال الدورات من خلال الورشات التي يدخلها أنا إذا أتكلم عن نفسي الأيام هي التي صلت موسى بكيشي الأيام هي التي طلعت موسى بكيشي التي خلت ممثل في دولة الإمارات العربية المتحدة وهذا الفضل من بعد الله سبحانه وتعالى يعود إلى سيدي صاحب السمو الحاكم الشارج اللي يطول عمره و كلمات الأخيرة كلمات الأخيرة التي قالها في خطام الأيام قال لا تفكرون الكثير من الجوائز فكروا كيف الآن تصلون إلى العالمية اطلعوا من نطاق المحلي والعربي روحوا إلى مهرجانات وإن شاء الله قبل الله أنزل منها أتمنى أنكم يعني تفكرون تفكير جدي أنكم كيف توصلون إلى العالمية صحيح إلى مانشستر إلى بلقراد إلى موسكو صحيح هذا الكلام أعطانا حافظ وعطا عقيد المخرجين والمثلين والكتاب يمكن هذه فرصة كذلك لأن الوقت ما شاء الله معاكم يمر بسرعة نبغي أن تقل لمحور جدا مهم ذكره الأخ موسى يعني صاحب السمو في كلمته السنوية اللي ينتظرها كل عشاق المسرح يعني في الحقيقة أنا تشرفت بعرافة الحفل فأخبرت فقط قبل يعني دقائق لأن صاحب السمو سيلقي كلمة فقمت أنا في الحقيقة بتقديم الكلمة ومن ثم صاحب السمو يعني وكعادة السنوية يفاجئ المسرحيين في الحقيقة بالعديد من المبادرات اللي لها الشأن الكبير والعظيم في تطوير حركة المسرح ليس على مستوى الدولة بل على مستوى العالم العربي ككل صحيح المبادرات اللي أعلن عنها صاحب السمو الخاصة بإنشاء جوائز مسرحية في كل بلد عربي على حده وصولا إلى جائزة كبرى لتشمل كل الدول العربية حدثني عن انطباعك وأنت كفنان مسرحي قدير لك مشاركات خارج الدولة وداخل الدولة كذلك بهذه المبادرات اللي أعلن عنها شوفوا أخي محمد سمو الحاكم يحمل هم عام بالمسرح العربي وليس هم محلي صحيح وهم خليجي هو مهموم بالمسرح العربي لذلك أنت قبل تقول تقول ما هي مشاكلكم اليوم ما هي متطلباتكم اليوم نحن أمام معطيات كبيرة جدا لعمل نقلة نوعية صحيح تتغيرت الكلمة صحيح تتغيرت المصطلحات صحيح اليوم قبل لعب الكرة شويحتها الزمان من ملاعب الرملية حذاء وملعب وميدان للعب الرسام فرشاة ولوحة إمكانيات لإبراز إبداعاته في أماكن مختلفة صحيح اليوم المسرح العربي يعني كان يعاني الهيئة العربية المسرح ومهرجان المسرح العربي نعم مظلة وتجمع في مكان واحد صحيح ما بقول مشتتين لكن كانت الجهود تتبخر بسرعة نحن نشهد على هالكلام نجمع في مهرجانات كثيرة لكن جهود يعني فيها مبادرات بسيطة لكن تتبخر كلهم يعمل على حدة ما في مظلة ما في تجمع الفناني العربي اليوم في تجمع صحيح اليوم نشوف بعض نحتك في الآخر والآخر يحتك فينا نؤثر ونتأثر صحيح المهرجان الخليجي حسموه بتراجع المهرجان الفرق الأهلية وكان لابد من عمل مهرجان يواكب الحركة المسرحية اليوم يواكب التطور يواكب المنجز المسرحي الحقيقي جاء مهرجان الشارق المسرح الخليجي الدرور الأولى والثانية شوف الأسماء بدأت الأسماء تعود إلى المسرح صحيحية ببطل لكن أهم شيء العودة اليوم نحن الأسماء الصفلة والممثلة في دورة المهارات دائما يكونون في يام الشارق المسرحي في المهرجان المسرح الخليجي صحيح هذه أهم نقطة صحيح لذلك لما نذهب اليوم تنقل المسرح العربي للعالمية تنقل نحن حسينا بهذا النجاح صحيح حسينا من خلال مسرحية النمرود نحن اليوم صارنا عواصم كثيرة والدعوات تأتينا آخر عرض كان في مدينة مالمو نحن ردة فعل الجمهور لكن الفرق محمد اليوم قبل ما تسترسل في ردة فعل الجمهور الفرق اليوم بأن المسرحيات هذه التي ستعرض خارج الدولة لن تعرض في مدن فقط بل ستعرض في مهرجانات عالمية مسرحية نعم اليوم نحن نبراوي منجزنا للآخر لأنه من يوثق تتوثق على مستوى المحلي تتوثق على مستوى الخليجي تتوثق على مستوى تبرز نفسك تقدم نفسك فن إنساني هذا يعني أنت اليوم تقدم رسائل مهمة عبر المسرح اليوم نحن أيضا على نفس الخط اليوم أنت تشوف النهج الدعوة إلى المحبة بكل اختصار اليوم دعوة إلى المحبة وهو امتداد للنهج المرسوم أمامنا صحيح نهج نحن قاعدين نمشي عليه وكل مبنحا كل أخواننا المسرحيين يبحثون في نفس الاتجاه عشان لا نبعد نفسنا وننفصل عن أخواننا وجهدهم وبحثهم في هذا الاتجاه المجنون ستعرض خارج الدولة محمد نحن نسعى نسعى ونشتد هكذا جولة داخلية نراشح المسرحيين المهرجان المسرح العربي لكن نحن متعودين دائما أن نتلقى دعوات من عواصم عربية كثيرة وفي بعض الأحيان كانت هناك دعوات من بعض العواصم الإجنبية لكن كانت قليلة نوعا ما لكن الدعوة موجودة إن شاء الله هناك القاهرة التجريبي هناك مهرجان المسرح العربي مهرجان قرطاج ومهرجان الخليج طبعا عمل جديد دائما نحن نقذ صحيح يعني اسمح لي كذلك ولو سريعا استاذ حميد رائعة صاحب السمو اللي يعني كانت يعني بمثابة في الحقيقة يعني مفاجأة حفل الافتتاح كتاب الله الصراع بين النور والظلام يعني هذا العمل المسرحي صف لي هذا العمل هو طبعا كالآداء أعمال صاحب السمو والله يحفظها هي لها أهداف وأهداف صاحب السمو نحن لا نبغي إلا أن هذا العمل راح يقدم في تاريخ خمسة أربع على ما أعتقد في خورفكان خورفكان صحيح وراح يحظى يعني أيضا شغلة جميلة جدا أنه أعمال صاحب السمو راح تنتقل صحيح يعني مناطق الإمارات كتابة يعني أعمال الشيخ الله يحفظها يعني نحن لا نبغي نحرق القصة عن أخواننا الجمهور لكن هي رسالة عالمية رسالة مهمة جدا تبرز المعاني العظيمة لديننا الحنيف صحيح ومحبته صحيح وأيضا التنويرية رسالة تنويرية صحيح وأنه في النهاية ما يصح إلا الصحيح إلا الصحيح اسمح لي يعني يمكن نحن وصلنا لختام موسى تحضر لأعمال جديدة خلال الفترة القادمة إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تكون أعمال جديدة نطل فيها على جمهورنا إن شاء الله درامية أو مسرحية درامية بنشوفك يا محمد العامري شرف أو لو يحمي شرف أنا اشتغلت مع الأساتر الأثنين اللي أكرتم وهذا شرف الله يحفظكم أنا كنت سعيد في الحقيقة بوجودك أو بالتأكيد فخر لنا في الحقيقة هذا الشباب الإماراتي اللي دائما ما يقف على منصة التكريم في الحقيقة ويحظى بهذا الشرف الكبير يعني شرف مصافحة راعي الأدب والمسرح في دولة الإمارات والعالم العربي سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم الله يحفظ كل الشكر والتغذير لكم اتمنى لكم إن شاء الله دائما هذا الفوز وهذا النجاح شكرا جميعا شكرا للقناة الله يحفظكم هذا الصرح الأعلام الكبير على تصليط الضوء على هذه الفعاليات في ممارس الشباب الله يحفظ شكرا